بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جعل الصلاة سمة من سمات المؤمنين وعمادا للوصول إلى مراتب المفلحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وأشرف الخاضعين والخاشعين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وارضَ اللهم عن آله وأهله والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعض فأيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين وكونوا بدينكم مستمسكين وعلى عموده محافظين تسلكوا سبيل المفلحين وهذا غاية العاملين قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن علي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مرضات الرب وحب الملائكة وسنة الأنبياء ونور المعرفة وأصل الإيمان وإجابة الدعاء وقبول الأعمال وبركة في الرزق وصلاح والسلاح في الدعاء وكراهية للشيطان وجواب مع منكر ونكير ومؤنس وزائر معه في قبره إلى يوم القيامة هذا إذا كانت القيامة كانت الصلاة للمصليين ظلا فوقه للمصلي ظلا فوقه وتاجا على رأسه ولباسا على بدنه ونورا يسعى بين يديه وسطرا بينه وبين النار وجوازا على الصراط ومفتاحا للجنة اعلموا عباد الله أنه لما قالت الملائكة للمولا جل شأنه حين قال في حقهم إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُصِدُ فِيهَا عِنْدَئِذِنْ غَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَهْلَكَ بَعْدًا وَتَابَ عَلَى بَعْدٍ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ وَأَمَرَهُمْ بِالْوُضُوءِ مِنْ عَيْنٍ تَحْتَ الْعَرْشِ فَصَلَّى بِهِمْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَكَعَتَيْنِ فهذا هو أصل الوضوء هو صلاة الجماعة ورأيت في النزهة للني سبوري أن رجلا راود امرأة عن نفسها فأخبرت زوجها بذلك فقال قولي له صلي خلف زوجي أربعين صباحا حتى أتيعك فيما تريد فقالت له ففعل ثم دعته إلى نفسها فقال الرجل إني تبت إلى الله عز وجل فأخبرت زوجها فقال صدق الله العظيم في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر على المسلمين أن يروض نفسه على الصلاة ومتى علم الله من عبده الرغبة في الخير وفقه الله وأعانه عليه اللهم اجعلنا من الموحيدين واجعلنا من المصلين الخاشعين الخابعين ونفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبهدي سيد المصلين آلين الحب لله الحكيم العليم وأشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه صلاة وسلامًا كاملين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فتقوا الله عباد الله وعظموا شعائر دينكم واستحضروا فيها عظمة بارئكم جل وعلا وفرغوا قلوبكم من الشواغل الدنيوية والعلائق المادية وأقيموا صلاتكم بقلوب حاضرة خاشعة ترجمة نانسي قنقر